يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوانين فضلوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين أعطي الله pour vous qui avez cru quand on appelle à la salat du jour du vendredi accourez à l'évocation d'Allah et laissez tous les gosses cela est bien meilleur pour vous si vous saviez موسيقى موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدروس الماضية بدأنا في الكلام عن علامات حب الله سبحانه وتعالى لعباده فأوردنا بعض منها ولله الحمد والمنى واليوم إن شاء الله تعالى سنحاول أن نورد بعض علامات بغض الله وكره الله للعبد وهذه مهمة جدا لنعلمها ونعرف محلنا من الإعراب وأن نبتعد عنها ونتجنبها بدأ ذيبت يبغي علينا أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى يحب أهل الإيمان لأن الله سبحانه وتعالى أول نعمة أنعمها عليك هي ليست الحياء الحياة لا هي نعمة الإيمان لذلك الله عز وجل عندما فتح على قلبك شرح صدرك للإيمان وللإسلام فهي أعظم نعمة في الحياة الدنيا ولله الحمد لذلك الله عز وجل يحب أهل الإيمان بل وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولكن الله حبب إليكم الإيمان أنت وحدك من أحببت الإيمان الله عز وجل هو الذي حبب إليك إن لم يحبب الله عز وجل لك الإيمان فلن تكون مؤمن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ثم وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون من أرشدهم الله ووفقهم الله سبحانه وتعالى ومن ضغض الله عز وجل إليه الإيمان والعياذ بالله وكرَّه إليه الطاعة وحبَّب إلى قلبه العصيان وحبَّب إليه أهل العصيان وحبَّبه إلى أهل العصيان فعاش على ذلك ومات ولم يتب والعياذ بالله فهذا ممن يبغضهم الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله الله عز وجل يقول فمن يُرِد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يُرِد أن يُضِلَّه يجعل صدره ضيِّقًا حرِجًا كأنما يصعد في السماء والعياذ بالله نصد الله عز وجل الثبات على الإيمان والله نعمة عظيمة لا يشعر بها لربما إلا من فقدها وقد لا يشعر والعياذ بالله ونحن إذا رأينا علامة من هذه العلامات في إنسان معين فلا نحكم عليه بأن الله عز وجل يبغضه فالله عز وجل يبغضه عند تلك العلامة عندما يقوم بتلك المعصية تلك المعصية عندما يقوم بها في الوقت الذي يقوم بتلك المعصية نُثبت أن الله سبحانه وتعالى نعم أبغضه وكارهه في تلك الحال بل ملائكة الرحمن ينفرون منه مثلاً النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن علامات النفاق إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر فإذا رأينا علامة من هذه العلامات في شخص معين لا يجوز لنا أن نحكم عليه ونقول بأنه منافق وإنما نقول له علامة من علامات النفاق والأصل أن يسطر المرء أخاه وكذلك هذه العلامات لأن المرء قد يخلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً ثم يتوب إلى الله هم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتقبله الله سبحانه وتعالى ولربما له السر مع الله لذلك انطلاقاً من كلامنا عن البغض بغض الله سبحانه وتعالى لعبده سنورد بعضاً من هذه العلامات بحول الله تعالى صلة سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى في هذه الل هذا سبعان تراكيك سبحانه وتعالى مع 물� Cauسم et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala rend l'islam et l'obéissance détestable pour lui à qui il rend la désobéissance aimée dans son cœur et qu'elle soit aimée par ses semblables et qu'il vit et meurt sur cette situation alors il fait partie de ce qu'Allah le Teufuissant déteste qu'Allah nous préserve tous l'alamette l'aulée التي n'uride en n'ذكرها من alamette b'udhillah subhanahu wa ta'ala en yaj'al Allah subhanahu wa ta'ala l'hada l'abdi s'u' al-zikri w'al-uh-du-thati fi d'un-ya s'u'i amalihi w'fasad t'ab'i w'fasad akhlaqih f'alnais y'adhruruhu kulluhum b'su' bidun istikhna hal ma hal haiyatihi او عند jenazetih هناك انسان مؤمن تق الله في jenazetih ترى الناس كلهم يذكرونه بخير آه ما شاء الله والله انسان يتحلك في عينك والله ما تخرج وهناك من يذكر بسوء في بعض المجالس لأن الاصل ان الانسان لا يذكر موتاه بسوء ولكن في مجالس اخرى تجد الناس يتكلمون عنه بسوء فهذا حديث انس ابن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي رضي الله عنه مرت جنازة فذكروها بخير فقلت وجبت ثلاثا يا رسول وجبت 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 ومرت جنازة اخرى فذكرها الناس بشر فأثنوا عليها شرا فقالوا وجبت وجبت فقلت يا رسول الله وجبت وجبت ما معنى هذا يا رسول الله شوف ماذا قال نبي صلى الله سلم هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت ماذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم يا أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض ولله الحمد والمن فهذه ميزة من ميزة أمة النبي صلى الله سلم لأن الله عز وجل ختم بالإسلام ختم بالحق المبين وإن شاء والحمد لله رب العالمين فأمة محمد صلى الله سلم على الحق المبين وأعطاها الله سبحانه وتعالى هذه الشهادة لأن الله سبحانه وتعالى فرق لنا بين الحق والباطل ولم يدع لنا شيئا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكره سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين مساء mes frères et mes sœurs nous indiquons certains signes de mécontentement d'Allah à l'égard de son serviteur et parmi eux premièrement que Allah fasse en sorte que les gens le cident en mal dans ce bain monde à cause de son mauvais comportement et ses mauvaises actions d'après Anas ibn Malik Allah l'agré un convoi finir est passé et les gens ont fait l'éloge du défunt alors notre prophète a dit et lui est obligatoire и للذكرة и للذكرة ثم Un autre convoi funéraire est passé et les gens ont parlé en mal des defains alors notre prophète a dit et lui est obligatoire et lui est obligatoire et lui est obligatoire ثم Un convoi funéraire a dit un convoi funéraire est passé et les gens ont fait l'éloge Du défunt Alors Tu lui as dit Il lui est obligatoire Trois fois Et un autre convoi Finiraire est passé Et les gens Parlaient au mal Du défunt Alors tu lui as dit Il lui est obligatoire Trois fois Qu'est-ce que c'est que ça Au messager d'Allah Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Celui de qui vous avez Fait les éloges Le paradis Lui est obligatoire Et celui Qui vous avez Mentionné au mal Le feu Lui est obligatoire ونحن الله يقول لك يحب هذا العبد ما يبغض الله تعالى ويبغض ما يحبه الله تعالى الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان أهل سبحان الله الله عز وجل يا أهل الإيمان يا من تعبدون الله مخلصين صادقين الله عز وجل إذا كنت مخلصا صادقا مؤمنا مسلم الحق فإن الله سبحانه وتعالى حبب إليك الإيمان وزينه في قلت وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان أنت من الراشدين فكيف لك أن تحكس القضية فكيف لك أن تحب الفوسوق لربما بعض الأمور من الشهوة شهوات شهوة المال الحرام لربما وشهوة الفرج وشهوة اللسان نعم هناك شهوة اللسان ولذة اللسان هناك من الناس من يغتاب إخوانه ويتلذذ في المجالس ينحي على قلبه يغتاب إخوانه ونفاه الحمد لله نحي طلبه والعياذ هذه شهوة شهوة اللسان كذب شهوة إذا لم يكذب في مجلسه وكأن مجلسه ليس بمجلس كذب ويتدخل في مالا يعني غيبة نميمة هذه شهوة اللسان هذه شهوة يبغضوها الله سبحانه وطعاله أما أن تحبها وتعيش عليها فحذر يا أخي الكريم أن يختم لك عليها والعياذ بالله فحذر يا أخي ! سيدًا ترجمة نانسي قنقر فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم ثالثا أن يتمادى في عصيانه وغيه وضلاله وتأخذه العزة بالإثم فلا ينتقل من معصية إلا إلى معصية أخرى هناك من ينتقل إلى معصية إلى طاعة يتوبه إلى الله يصلي ركعتين توبة يستغفر الله مئة مرة قام بالذنب نعم غلبته نفسه غلبه شيطان وغلبه هواه ولكن بعد المعصية تاب إلى الله واستغفر ثم عاد إلى المعصية واستغفر الله وتاب إلى الله وصلى ركعتين توبة فهذا سيوفقه الله سبحانه وتعالى يوماً ما في أن يدعى هذه المعاصي جانباً بإذن الله وتوفيق الله إن كان مخلصاً صادقاً في توبته أما الذي يذنب ذنباً ويزيد فيه ويزيد في أمثال هذا الذنب والعياذ ويتلذذ به فهذا والعياذ بالله ممن قال الله سبحانه وتعالى فيه أفمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وفي قراءة أفلا تذكرون والعياذ بالله إذا مات المرض على هذا ولم يوفق إلى التوبة فأين إيمانها فأين إسلامها أين كنت الحسنة بأشر أجالها والسيئة بسيئة مثلها أين أنت ماذا كانت تفعل حسناتك في رصيدك الحسنات تباركك تبارك دنياك تبارك إيمانك تبارك مالك وأهلك وزوجك أين حسناتك يا أخي أين كل بني آدم خطاء وخير الخطاء إن التوابون نعم ولكن معصية من وراء معصية من وراء معصية فهذا حبل متين من الشيطان يؤدي إلى سوء الخاتمة ثم إلى جهنم والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء حشر عليه والعياذ بالله إذا كان ذنبا عظيمة قد يعيش المرء ينتقل بين الذنوب بين السيئات والحسنات ثم الحسنات تذهب السيئات نعم ولكن أن تعيش على ذنب ولا تفارقه وتعيش على إثم غيبة نميمة كذب تدخل فيما لا يعني الزور وهلوم جراً بالمعاصي معصية وراء معصية تعيش عليها تعشقها تهواها سيختم لك عليها ولا يؤذ بالله فاحذر والله في الشيطان يدرسك ماذا تحب وماذا تكره وما هي المعصية التي تحبها وتكثر منها يومياً سبوعياً شهرياً ما هي هذه المعصية فالشيطان يقوم بكل جهوده لتبقى للمعصية ربما يختم الله عز وجل لك بهذه المعصية والعيذ فاحذر ذاك الذنب الذي تعشقه وتحبه ويقول أيضاً نبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه يسبح الله النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهبت إلى كتاب حصن المسلم كتاب معروف من الشيخ القحطان رحمه الله وتعالى تجد فيه أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم الاستيقاظ من النوم دخول المسجد الخروج المسجد دخول البيت الخروج من البيت ركوب السيارة ها؟ دخول الخلاء والخروج من الخلاء عندما يأتيك أمر يسرك عندما يأتيك أمر لا يسرك رأيتم؟ فكيف ندعو كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا هذا لكي نعيش على الأذكار على ذكر الله فيختم لنا بلا إله إلا الله محمد الرسول الله عند الختام يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخيرة محمد الرسول الله محمد الرسول الله محمد الرسول الله à l'égard de son serviteur qu'il persiste dans sa désobéissance et son égarement en passant d'un péché à un autre et qu'il ne trouve pas le chemin de repentir il meurt dans cet état le prophète صلى الله عليه وسلم a dit selon un certain chemin mourra selon ce même chemin et celui qui meurt dans un état spécifique sera ressuscité selon cet état et dans le Sahih muslim d'après le hadith du Jabir ibn Abdillah il a dit chaque serviteur sera ressuscité dans l'état où il est mort اللهم إنا نسألو كحسن الختم يا رب العالمين أحد أخواننا يطلب الدعاء لزوجته المريضة مارضان شديد أنواهي في المستشفى ومراأتون أيضا تطلب الدعاء لابنتها لها مارضان خاطير فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ما شفاء الله يغادر سقام اللهم شفاء الله يغادر سقام عاجل غير عاجل برحمتك يا أرحم الرحمين وكلو من طلب من الدعاء مرحبتك 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 أجراها التي أعلن عنها في مساعدة عائلة المعوزين والمتضررين في الحرائق في الجزائر فأعينوهم ضارفكم فأعينوهم فهذه مصيبة وبلية من البلاية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضاه وأن يرحم موتاه ربنا ربنا لا تدع لنا جميعا هنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ظالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا طالب علم إلا زدته علما ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين آمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه التنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله وعلموا أن الله ورسوله 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 كان أجود الناس وكان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر والله ورسوله 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 وعلى هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وأدوا زكاة أموالكم واعلموا أن الزكاة قرينة الصلاة واعلموا أن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى من جحد وجوبها كفر ومن مدعها بخلاً وتهاوناً فسق ومن أداها معتقداً وجوبها راجياً توابها فليبشر بالخير الكثير والخلف العاجل والبركة قال الله تعالى في هذا الصدد وهو أصدق القائلين وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال أيضاً مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله وسع عليم وقال أيضاً أمال صلى الله عليه وسعليه وقال أيضاً وقال أيضاً فيه وقال أيضاً وقال أيضاً فيه وقال أيضاً 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 الله مُلتِبْلِي لَا رِكُمْفَنْسَ كِيِلْ وَيَلَا غْرَاسِ دَ اللَّهِ إِتِمَنْسِ إِلِي تُمْنِسِيونَ عباد الله أدو الزكاة أدو الزكاة قبل أن تفقدوا المال مُرتحلين عنه أو مُرتحلن عنكم فإنما أنتم في الدنيا غرباء كعابر سبيل والمال وذيعة بين أيديكم لا تدرون متى ترحلون أدو الزكاة أموالكم قبل أن يأتي اليوم الذي يحمى عليه في نار جهنم فدقوا بها الجباه والجنوب والظهور أدو الزكاة أموالكم قبل أن يمثل لصاحبه شجاعا أقرع أي ثعبانا أسود أقرع فيأخذ بشدقه أي بلهزمته ويقول أنا مالك أنا كنزك والعياد بالله اشتركوا في القناة فوائد عظيمة للفرد وللمجتمع في العالم وأن الله تعالى لا يحث عباده وعلى شيء إلا وفيه منافع علمها الناس أم جهدوها ومن فوائد الزكاة على سبيل التمثيل للحصر فمن فوائد الزكاة وحكم مشروعيتها ما يلي أولاً تكميل إسلام العبد لأنها أحد أركانه وفي أدائها الطاعة لله عز وجل وانتثال لأمره وهي برهان الزكاة والصدقة برهان ودليل قاطع على صحة إيمان العبد بالله ووعده ووعيده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم الصدقة برهان الصدقة برهان وقدم الله تعالى الزكاة في القرآن الكريم صدقة أي من الصدق لأن مخرجه وصلت بما أمره الله به وبما وعده يوم القيامة من المغفرة والرحمة ودخول الجنة وبما وعده يوم القيامة من المغفرة والرحمة ودخول الجنة وفي مقابل ذلك فقد أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم بأن نتهرب من دفع الزكاة والتماطل في إخراجها وانتحال المعاني من صفات المنافع من الأشياء وقد قال تعالى في هذا الصدق ومنهم من عاهد الله تعالى الزكاة في القرآن الكريم المصدر في علم بأن العمر من صفات المعاني من دفع الزكاة في القرآن الكريم السلام عليكم وقاله يترجم في المواضع باللجارة ويقاله بل في المدينة ويقاله بل معه ما يتم بحسب وقت الخطأ لهم قد تقوم بها وإنهم صحيح بلغة طبقاء وهم لكى ومتحرم بلغة وبيعات المسرورة كما نقام بلغة وغلوة تحسل وقاله لذلك وقاله في هذا السابق بلاسنا سوادي سيعطوه ومن يلوناء يجال الأشاء مع الله سلوه يصنعون ساقاة مدينة هكسب ومن الأحصول يشترون ساقاة ولكنهم يدون ساوقاة وضعوا في أعرف يجب أن يجعونوا في أدنها الله أعطى فتاة لها سؤالاة للفرقية حتى يجعوا ولكنهم لا أرانها كذلك من فوائد الزكاة على المستوى الشخصي مضاعفة الأجور ومحو الذنوب والخطايا آيات كثيرة في هذا الصدد منه قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وقال أيضا لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزدتموهم وأقردتم الله قرراً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل كنتنا بزيد سيئاتكم على أكثر أكثر منه قبل أكثر من贝 يجب أن يتكلم على أكثر من قسائة ما يتظارونا بلا هذا الليل مجهور سيئاتكم كنتنا بجهور المترجم للقناة 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 يبقى صلى الله عليه وسلم يقول أنه يتجل أي مستعقل عندما يمثلي ورسيمتلك ورسيمتلك أنه على ذلك محل لايمة وأعرف ببعالي موسيقى 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 الحمد لله الذي فرض الزكاة تزفية للنفوس وتنمية للأموال ووعد على الإنفاق في سبيله خلفاً عاجلاً وثواباً جزيلاً وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد عباد الله بعد أن ذكرنا أنفسنا وإياكم بفوائد الزكاة للفرد المسلم أي على المستوى الشخصي تعالوا معنا لنسمع ونتدبر فوائد الزكاة للمجتمع إن في تأدية الزكاة سدون لحاجات الفقراء والمساكين والتنفيس عنهم وتفريجون لكربهم وإزالة همهم وغمهم وجابروا قلوبهم وحفظوا ماء وجوههم من دول السؤال شراء وروكروا من طعام اللهيه لين بواقروا من طعام الله لـوانج الله بوسيقى للمجتمع المال بذكاة لنسهم وأنها وهمتنصاة على المسلم وإلى الفرد سرع مناسبة للتناميش وليم وإنسان أعلم ط Lynة الدولة والتصالي وتفريجون ودي ومع مهمية لكى محمد صلى الله عليه وسلم ومساكين Que les prières d'Allah Soyez sur lui Ses membres de sa famille Ses compagnons Ensuite service d'Allah Après nous nous sommes rappelés A nous et à vous Les bienfaits de l'aumône obédicatoire Les bienfaits de zakat Pour l'individu musulman Au niveau personnel Au niveau personnel Je vous recommande Je vous invite Je vous invite à écouter Et à méditer les bienfaits de l'aumône De la zakat pour la société Le paiement de la zakat ي응ب في الزبعات الصعبات المعطفين يجب أن يساعدون المعطفين ويبعون أمامهم تنظرونهم تنظرونهم يحيفونهم بذكرونهم وتحديثونهم ورحمونهم ب proc50 كذلك الوصول الأفوال أولا الى الأخوال الأفايل ومن أولا الى الأفوال المسلمين تحاول الأفقارات ونزع الحقد والغل والحسد من صدور الفقراء تجاه إخوانهم الأغنياء فيعيش الجميع في كنف الأخوة والمودة والرحمة والتآذر وينعم بالأرفة والمحبة فلا يخشى الغني من سطوة الفقير وعدوانه ولا الفقير من ضياع حقه في الحياة الكريمة ويتحقق بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام مَتَلُ الْمُؤْمِنِينَ مَتَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَتَلُ الْجَسَدِ إِذَ اشْتَكَ مِنْهُ عَدْوَانْ تَدَاعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّةِ Donc, chers frères, chers sœurs, le monde est l'une des principales causes d'unir les cœurs des musulmans riches et pauvres. Cela a permis de dissiper les rancœurs, les ressentiments et l'envie dans le cœur des pauvres envers leurs frères riches. Ainsi, tous vivent dans un climat de fraternité, d'amour, de compassion et de solidarité, bénéficiant de l'affection et de l'amour mutuel. Les riches ne craignent pas l'avidité des pauvres ni leur agression et les pauvres ne craignent pas de perdre leur darwa à une vie digne. Cela se concrétise par la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, l'exemple des carroyants donnent leur affection, leur miséricorde et leur compassion, les uns pour les autres, est en enthousie dans le corps, تقضي حاجة الفقير وتسدد ديونه وتتيح له الفرصة للإنفاق على حاجاته وغيرها وبالتالي نجد أن الزكاة ترفع الروح المعنوية للفقراء وتزيد شعورهم بالراحة وهي حماية لهم الزكاة حماية للفقراء من الانحراف واللجوء إلى الطرق والوسائل غير الشرعية للحصول على المال واعلموا وتيقنوا أنه لا يصيب الفقراء جهد ولا جوع ولا شدة ولا عري إلا ببخل وشح الأغنياء عليهم تسمعوا وعقلوا وعوا وتدبروا قول نبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه طبراني قال إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بالقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء أي لن ينصب الفقراء لا يصيبهم جهد ولا نصب إذا جعوا أو عروا إلا بما يصنعوا في أغنياءهم ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما أخادي هعود بعض الأصب Rising الشيء الجهد لأنه أغنياء المسلمين يحسن الحساب القوى ويقبوا عليهم ويقبوا لغاية يجب أن ينقل سهدي يجعلنا لكما يجعلنا من الذين يجعلنا شخصاً اخواني اخواتي في الله وذكركم بأن المسجد باريس الكبير وضع تحت تصرفكم حساباً باكياً وصناديق لجمع تبرعاتكم ومساعدتكم لصالح عائلات الضحايا والمتضررين من الحرايق التي أخذت الأخذر واليابيس خ mudفور الاعض Arkansas ترموسكي أم אם أت 이쁴 سوى اب تخّروا الله عليك أميدكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إلا فإلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إلا الله أستوى عزيزة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المقبود عليهم ولا الله أكبر الله أكبر ملك يوم الزين أكبر والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أدا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون الله أكبر الله أكبر سميع الله من الحمد رحبنا ولكن الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إحسن الصلاة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمغلفة قلوبهم والمغلفة قلوبهم والمغلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله فريضة من الله 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 أكبر 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 شكرا 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 للمشاهدة